للأزمة السورية وجوه مختلفة في الجولان المحتل فالناس هنا بعيدون عن تطور الأوضاع الأمنية لكنهم مرتبطون بما يدور في وطنهم بجوانب مختلفة نحو مئتي طالب جولاني يلتحقون سنويا بالجامعات السورية وفي أوائل أكتوبر سيكون على الطلاب تجاوز معبر القنيطرة في طريق العودة إلى سوريا لكن معظمهم متردد في خطاها مجد الذي أنهى عامه الدراسية الرابع في سوريا يميل إلى البقاء في الجولان صعب اليوم أنه نرجع من أول وجديد ندور على موضوع ثاني نتعلمه أو ندور على محل ثاني نكون فيه مش سهل أبداً علينا طبعاً هذا غير الوضع الأصعب يعني أنه نحن كمان قاعدين هون وعن نشوف الوضع هناك الوضع القاسي والصعب معظم الطلاب الجولانيين فضلوا النأي بنفسهم عن عدسة التصوير من قرر العودة يخشى الحديث في السياسة ومن قرر البقاء يفضل الحياد فالمستقبل لا يزال غامضاً في هذا الوقت أزمة محلية آخدة بالتفاقم أين سيواصل الطلاب دراستهم إنهم قرروا عدم العودة إلى سوريا فحصنا البديل مع الجامعات في الضفة ولكن هناك عدة معوقات الأولى التكلفة المالية الباهضة طبعاً الجامعات في الضفة لا قسم من المواضيع لا تدرس في الجامعات الضفة ومن بين ما يخشاه الجولانيون أيضاً أن ترتفع نسب الهجرة من الجولان بحثاً عن العلم والعمل فعدد السكان لا يتناسب مع عدد الأكاديميين الآخذ بالتزايد بشكل ملحوظ عين على الوطن وعين على مستقبل الدراسة في ظل الأزمة في سوريا هذا هو حال طلاب الجولان الذين يدرسون في الجامعات السورية بانتظار بدائلة يبدو أنها لن تكون سهلة من بقعة شيري يونس كاي نيوز ترجمة نانسي قنقر